السلام عليكم ورحمة الله زعم اليهود والنصارى وغيرهم أنهم يحبون الله وفقا لأهوائهم فأنزل الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فلما نزلت تلك الآية الكريمة قال عبد الله بن أبي لأصحابه إن محمدا يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى بن مريم فأنزل الله تعالى قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل أيها الرسول أطيع الله باتباع كتابه وأطيع الرسول باتباع سنته في حياته وبعد مماته ومن يدعي أنه مطيع لله دون طاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كاذب في دعواه ولأن طاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من طاعة الله ولأن طاعة الله والرسول وحدة واحدة لا تتجزأ قال الحق سبحانه وتعالى قل أطيع الله والرسول وأكد الحق سبحانه وتعالى ذلك وقال لنا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وبذلك واجب علينا جميعا أن نتعلم ونعلم الكرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأن لا نلتفت للفرق الضالة التي تعتبر الكرآن الكريم وحده هو المصدر للإيمان والتشريع ولا يعترفون بالسنة النبوية فإنهم أعرضوا عنك وأصروا على ما هم عليه من كفر وضلال فليسوا أهلا لمحبة الله فإن الله لا يحب الكافرين بل يبغضهم ويمكتهم ويعاقبهم أشد العقوبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى جزاكم الله خيرا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين